مجلس التعاون لدول الخليج العربية تشريعات وأنظمة متقدمة تعزز قيم ومبادئ حقوق الإنسان في جميع المجالات وتعمل على تنفيذها وتفعيلها مؤسسات حقوقية مستقلة جاء ذلك خلال استقبال معالي رئيس مجلس الشورى وفد الديوان الوطني لحقوق الإنسان بدولة الكويت الشقيقة برئاسة سعادة السفير جاسم مبارك لمباركي رئيس الديوان وأشار معالي رئيس مجلس الشورى إلى أن أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يولون اهتماما خاصا ومباشرا بحقوق الإنسان وهو الأمر الذي ينعكس على مستوى التقدم والتطور في المجتمعات الخليجية مشيدا بما تبدله المؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدنية المعنية بحقوق الإنسان من جهود متواصلة لترسيخ مفاهيم حقوق الإنسان لدى مختلف فئات وشرائح المجتمع وبما يجعلها جزءا رئيسا في إنجاح الاستراتيجيات الداعمة لحقوق الإنسان وأعرب معالي رئيس مجلس الشورى عن الفخر والاعتزاز الكبيرين بالعلاقات الأخوية والتاريخية الوثيقة التي تربط بين مملكة البحرين ودولة الكويت الشقيقة وما بلغتهم مستويات التعاون والتنسيق في المجالات كافة وقال رئيس مجلس الشورى إن مواقف دولة الكويت المشرفة تجاه مملكة البحرين تؤكد عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين وحرص قيادتهم الحكيمتين على الدفع نحو تحقيق مزيد من النمو والازدهار والبناء للبلدين وشعبيهم العزيزين من جانبه نوها رئيس وأعضاء الديوان الوطني لحقوق الإنسان بالدور الذي يطلع به معالي رئيس وأعضاء مجلس الشورى في تعزيز الروابط والعلاقات بين المجلس ومختلف البرلمانات والجهات ذات العلاقة بحقوق الإنسان